يمكن من ضمن الحاجات المهمة قوي أن هناك من يطلق عليه اسم جو في الأرض ده إيه يا دكتور ده يعني دي خريطة بتوضح هنا الجو في الأرض نفسه والمداخل والمخارج لأن المفروض أن فيه فتحتين في القطب الجنوبية وقطب الشمالي هما اللي بيقودوا إلى جو في الأرض بشكل كبير قبل ما استفيد في الموضوع ده خلينا نؤكد أن الكلام ده قدين يعني الكلام ده احنا وصلنا دلوقتي اتدنا نعرفه دلوقتي لكن الكلام ده بره من خمسين وستين سنة صدقا يعني حوالي من القطبين يعني فيما يخص الدخول ليهم واستكشافهم طبعا يعني هو الحقيقة أن حدود الأرض اللي احنا عايشين عليها هي حدود مزيفة بشكل كبير جدا خلينا نقول أن فكرة أن الأرض ناحية القطب الجنوبي مثلا أن هي مجموعة من الثلوج والدب القطبي والكلام ده بس الكلام ده غير صحيح مش صح طبعا مش صح وفيه اتفاقية فعلا دولية الدول مضي عليها كانت فيه اتفاقية ومفروض أنها انتهت السنادي وهذه الاتفاقية بتمنع التواجد في هذه المناطق تظل مناطق خصبة جدا جدا للاستكشاف المستقبل الكلام ده فيك إنما الحقيقة أن هم منعين أن حد يكشف حقيقة ما هو اللي موجود خلفه ما يطلق عليه الجدار الجليدي وهنا كلمة الجدار الجليدي احنا بنقولها بس كمصطلح وهم يعني هو فيه جزء من الجليد آه لكن بيتم التواجد أن هو الجدار مغتي ايه مش عارفين مساحة صغيرة مين هم أصحاب المصلحة أن محدش يعرف أمين بقى أنت تتوقع مين أكيد صاحب المصلحة اللي موجود في هذه المنطقة أو اللي بيحاول أن هو دايما يفرض سيطرته على العالم بشكل كاذب أو بشكل وهمي هو اللي من مصلحته اللي محدش يعرف إيه هي التكنولوجيا أو إيه هي الأماكن اللي موجودة أمين بقى خلينا نقول أمريكا عايز نشير إلى أمريكا عايز نشير إلى أمريكا عايز نشير إلى أن نقول أمريكا أمريكا حاليا هي اللي بتمثل ده لأنها نمبر منظومة